اليوم بنحتار في الغداء فالنهار ده هنعمل حتة غدوة حكاية هتي حلتك الحلوة ومعلاقة كبيرة من السمنة نص كيلو من اللحمة مقطعين ومقعبات على نارة عالية اضيفين الملحة والفلفل الاسود ونص كيلو من البصل الاحمر متقطع شرايح ويخليه بقى الشكشك مع بعضه كده مع فصيل من الطوم المهروس والسر بقى كله في الكيس ده سوس الدمجلاس هيخليلك بقى كباب الحلق يروح في حتة تانية ممكن نضيفه كده او ندوبه في ربع كباية من المياه ودي فيه بقى اللحمة وتفرجي على الجمال ممكن كمان نضيف فلفل الوان فلفل اخدر المتاح ونزلي بكبايتين من المياه المغلية وضروري المياه تكون مغلية عشان اللحمة بتاعتنا مت يعني ايه ما تجلتش ونخليها بقى تستوي كده حوالي نص ساعة على النار وطبعا عملينها في حلل تحفة بتحتفظ بالحرارة زي ما انتوا شايفين كده بقى وكمان بقى ايه بنزود بقى الكيمة الغذائية وكمان نقطر اكلتنا ضفنا عليها نص كيلو من البطاطس وخلناها على النار عشر دقايق واستوتوا بصحة وعافية وهاتوا المخلل وتفضلوا معنا اشتركوا في القناة